فكرة المعيار والتقييم الفني احنا في مصر ازاي بنفكر وبنقيم اللاعبين والمدربين في المسابقة المحلية او حتى في البطولات الافريقية وهضرب مثل بيحصل فيه البطولات الاوروبية ببرنامج كان بيتكلم عن اعظم الاجانب اعظم الاجانب اللي لعبوا فيه الدور الانجليزي والمعيار هنا ازاي بيقيموا فيه اللاعب بالمقارنة بما نحن هنا نقيم اللاعبين والمدربين خاصة ان الكل بيجي يتكلم دايما على المسابقات الاوروبية او تحديدا الدور الانجليزي بيتكلم في دقة الموعيد والالتزام وشكل الجمهور وشكل الملاعب والتنظيم الى الاعلى مستوى وامكانيات اللاعبين والمدربين في هذه البطولة الدور الانجليزي دوري كامل عدد فبالتالي هنطرب او هنقول معيار هنا بالمقارنة بين الدور المصر والدور الانجليزي في اتنين نجوم من كرة القدم الانجليزية للعب واصروا الكرة الانجليزية في فترة سابقة إزاي بيقيموا اللاعبين وبيقرنوا بين عدد من اللاعبين وإزاي يكون هذا اللاعب هو الأعظم اللاعب في الدور الإنجليزي وأطبق المعيار دA على فكرة عدد من اللاعبين أو أبرز اللاعبين في النادي الأهل وإزاي جمهوري الأهل أو حتى السوشيل ميديا لما بتقيم بتقيم بالقطعة وهدي المثال إزاي الناس في أوروبا بتقارن هذه الجزئيات ببعضها عشان زاي ببنكارئ للكرة في أوروبا من حيث النظام والتنظيم والملاعب والمباريات وشكل الملاعب برضو نحط المعيار الفني يكون قدامنا مع نجوم الكرة هناك في الدوري الإنجليزي اللي أصروا الملاعب هناك وليعبوا بشكل جيد في بعض المباريات وبعض البطولات الكبيرة في القرى الأوروبية وفي الدوري الإنجليزي